ضريح فرانسيسكو فرانكو الواقع في جبال تغطيها أشجار الصنوبر شمال مدريد لا يزال يثير الانقسامات في إسبانيا خصوصا معنية رئيس الوزراء الاشتراكي الجديد نقل رفات الدكتاتور من هذا المكان المسمى فيي دي روس كايدوس أو وادي الذين سقطوا ويعلو الموقع صليب ارتفاعه 150 مترا وتنتصب فيه كاتدرائية حفرها سجناء سياسيون في الصخر باية دي روس كايدوس يجب أن يكون موقعا تذكريا مخصصا للسلام والمصالحة لضحايا الحرب الأهلية مهما كان انتماؤهم إنه نصب يجب أن يشعر الجميع بالانتماء إليه ولا يمكن أن يكون قبر دكتاتور في هذا المجمع الضخم الذي شارك عشرون ألف سجين سياسي في بنائه يعيش رفات فرانكو الفائز في الحرب الأهلية الإسبانية الرهيبة بعد انقلاب على الجمهورية الثانية أيامه الأخيرة ربما إلا أن عائلة فرانكو ترفض رفضا قاطعا قرار الحكومة في ذلك إنكار لجزء مهم من تاريخ إسبانيا يقول السيد سانشيز إن في ذلك فعل مصالحة غير أن الأمر معاكس لذلك في الواقع ويتعارض مع رغبة ملايين الإسبان الذين سيؤذيهم القرار لا يمكننا تجاهل التاريخ وحتى من دون فرانكو سيبقى وادي الذين سقطوا يجذب الزوار من كل أنحاء العالم مع توافد أكثر من 250 ألف شخص سنويا إلى هذا الموقع حيث يرقد أكثر من 33 ألفا من ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية شكرا